أهلا وسهلا بجي للألفين وسبعة لأستاذ الاسليبليوم ودرس التوجيه اللي راح ان شاء الله تجيبوا عنده في التوجيه العلامي الأكمل نعم والأجمل بلا بنا نجرب اللايك عندك شغال لايك الآن وشير لو سمحتم لنشطر العلم والفضيلة بين جميع الطلاب جي للألفين وسبعة ما أروع نذهب ونتعلم عن أول فقرة أول تكستش واللنس ويريتني ورجيتك بعض الطلاب طلاب التوجيه اللي بعضوا على أصابعهم ندم ليش ما درسوا الأول ثانوي وحفظوا معاني وتأسسوا بدل ما يعانوا في هذه الأوقات فبسم الله نبدأ وأنتم خير الطلبة وخير الطالبات في فقرة تتحدث عن الإنيرجي بشكل عام الطاقة أستاذ قاعد بالصف وفي ديسكاشن بينه وبين الطلاب راح نعرف شو رأي رمزي راح نعرف شو رأي نادية حكوا عن مصادر طاقة متجددة منهم من تكلم عن الرياح ويند منهم من تكلم عن الطاقة الشمسية سولر كل هذا وأكثر في حلقتنا اليوم من أول إلى آخرها تعالوا نتعلموا نستفيدوا لا تنسوا الدخول على جروبات جروبات التأسيس اللي قدامكم اللي بأسسكم فيها قبل ما تكونوا معي في شهر خمسة في أول دور التوجيه رسمية لجيل الالفين وسبعة أونلاين الأونلاين يحصل لك بستين ألف مرة من الوجاهي على طول طلابي الأعزاء يبدأ الفقرة الأستاذ بيحكي اليوم هم تاعهم يعني الموضوع أو المشروع today معناها اليوم yesterday معناها مبارح tomorrow معناها بكرة بيقول لك مشروعنا اليوم هو عنوان الدارس to find and نجد ونبحث هنا find out إيجاد والبحث about the renewable energy resources بدنا ندور عن مصادر الطاقة المتجددة شو معنى renewable متجددة وهي تعتبر صفة adjective اليوم بدنا نشوف ما هي مصادر الطاقة المتجددة وكلمة resources معناها مصادر إذن يا سلام أولا دائما بعمل لكم ملخصات والبروجيكت اليوم أو subject الموضوع اليوم is about the renewable energy يعني حول الطاقة المتجددة هذا هو الموضوع تاع هذا الدرس يا نجحاتوا يا نجحين الموضوع عن الطاقة المتجددة حلو طب إيش يعني الطاقة المتجددة هنا بيعطينا definition تعريف اسمع بقول لك that means هذا معناه بالمناسبة دائما الإي مع الإيش في نص الجملة ما يقرأها إي إير دمعة تير طيب شو يعني مصادر الطاقة المتجددة resources مصادر which are continually replaced تتجدد باستمرار replaced تتجدد ومن continuous استمرار إذن هي المصادر التي تتجدد باستمرار which تعود عن resources إذن هي مصادر تتجدد باستمرار إذن أول feature feature كلمة توجيهة ميزة إنه هاي المصادر متجددة and اوو أتحداكم كيف بنقرأ هاي الكلمة إنه will not هاي فيه طلاب بيقرأوها خطأ want بقرأوها want بالله حاول تقرأها يشوف want غلط want هاي تنفذ ركز منيح want نعم اللفظ الصحيح ريحك وأنا والله قصدي أعلمك ما أعلم عليك نعم بقولك إذن هاي مصادر مستمرة ولن تنفذ run out أنا بعرف إنه كلمة run معناها يركض لكن run out هنا إحنا عملناها زي عملناها زي frazzled نعم هنا أصبحت تنفذ مصادر تتجدد ولن تنفذ قريبا هذا هو تعريف مصادر الطاقة المتجددة إذن مصادر الطاقة المتجددة إلهم two features شفت كيف شو معنا كلمة feature مهم جدا مهم جدا في التوجيه 2007 feature معناها ميزة زي characteristics خصائص ميزتها will not run out لن تنفذ anytime soon وهاي كمان تعتبر replaced يعني متجددة باستمرار صبايا وشباب الطلاب اللي بدرسوا الأول ثانية وبيهتموا فيه نعم هم أوائل المملكة طبعا 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 بتساهل عن نفسك بتفوت وانت حميان معك الديزل مش بدنا نقعد نفحط لك زي فان ديزل عشان تدرس لا جميل اجا الأستاذ ودق بخناك ولد اسمه رمزي تعالي يا رمزي سولف لي قول لي حكي لي قال له رمزي انت شو اخترت as an example what have you chosen as an example of renewable resources يا رمزي شو مصدر الطاقة المتجدد لانت لقيته رمزي الصراحة بدنا نفتح له بوكس لحاله ونكتب اسمه عالشمس الما بتغيب وتعالوا نشوف شو حكاية أبو الرمز شو حكاية أبو الرمز تعالوا رمزي قال والله يا أستاذ أنا لقيت لك the sun الشمس is renewable source of energy الشمس هي مصدر طاقة متجدد ولاحظ الطاقة الشمسية لا تنفذ كل يوم تطلع الشمس اللي هيها قدامنا النورة وعملة لايك ابني وبنتي وبقول لك أهمية الشمس إنه كلمة ديباندون كلمة ديباندون يا أوائل يا طلابنا يا أوائل عديد الكائنات الحية تعتمد عليها وهذا الإت يعود على السن the sun الشمس الكائنات الحية ليش بتعتمد على الشمس من أجل الهيت الحرارة واللايت الضوء الحرارة والضوء النباتات ما ممكن تعمل كلوروفيل من غير شمس إذن أول شيء في عندنا هنا نقطة إنه الكائنات الحية تحتاج الشمس بشو تحتاج الشمس من أجل الحرارة الهيت ومن أجل اللايت يعني الضوء light and heat طيب طيب وبكم الرمزي وبقول the energy can also be captured يمكن إنه هذه الطاقة تحويلها واستخدامها and used وتطويعها عشان نشغل الأشياء لاحظوا الآن كلها خلايا شمسية على السطوح في خلايا شمسية نعم وبكرة إن شاء الله بفيلتك وبفيلتك بتركبوا خلايا شمسية بتوفر عليك الكهرباء بتصير بدك من شركة الكهرباء الأردنية مصاري نعم جميل وبقول لك بده يعطينا مثال حول كيفية تشغيل الشمس للأشياء اسمع كيف بقول لك if you التي هنا صح إنها تعود على التيتشر وصح إن تعود على الريدر نعم if you have a solar calculator وبقول لك هنا إذا في عندك solar calculator آلة حاسبة كلمة calculator آلة حاسبة وسولر شمسية إذا عندك آلة حاسبة وهي موجودة قدامكم بتلاحظوا فيها عليها هيك إشي أسود شفتوا هذا الإشي أسود هذا خلية شمسية solar cell نعم بقول لك إذا عندك آلة حاسبة شمسية it التي تعود على solar calculator it contains كلمة contains معناها تحتوي معناها شو؟ تحتوي 2007 تحتوي على solar cell خلية شمسية which بتعود على solar cell خلية شمسية تستخدم ضوء الشمس من أجل إنارة الآلة الحاسبة وهو بدي إياكم تطلعوا على هالرسمي الله يرضى عليكم هاي الآلة الحاسبة الشمسية هاي واحد نين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بكون فيه هون هيك هاي هي solar cell الخلية الشمسية في عندنا شمس تنزل على الخلية الشمسية بتشحنها فبتشتغل بكل بساطة الآلة الحاسبة نعم نعم جميل هاي أول أداة تستخدم الإيش solar power الطاقة الشمسية الأداة التانية اللي هي سخان الماء اللي عندكو على السطوح solar panels ألواح شمسية أيضا بس هاي الألواح الشمسية سخان الشمسي بيستهلك أكثر من الحاسبة فأكيد بده ألواح أكثر وخلايا أكثر بقولك فيه عندنا ألواح شمسية التي تستخدم on houses على أسطح المنازل بكون فيها ألوف solar cells الخلايا الشمسية and they they أعزائي الطلاب تعود على solar cells thousands of solar cells نعم تعود على الخلايا الشمسية make اللي التصريف التاني منها made نعم من خلال هذه الخلايا التي تستقبل أشعة الشمس تحولها إلى electricity كهرباء وهي non countable غير معدود غير معدود بغير معدود وبيدي بس أنبه على شغلة أنه يا طلابي إحنا عندي دورتين توجيهي الدورة الأولى على بطاقة جو أكاديمي وفيها متابعة 24 ساعة وفيها إمتيحنات وواجبات دايماً بشكل سفاح وتواصل دايماً نعم مش تكاد لا هي بفضل الله عز وجل بشيارة كل طلاب التوجيه أفضل وأنفع دورة لطالب التوجيه نعم ركز منيح تنطلق الدورة الأولى بواعد خمسة والدورة الثانية بخمسة عشر سبعة بتوفيق لك شو الدورة اللي تختارها من هذا الرقم الله يوفلك وراح تحرق الصف الأستاذ رح يصير يقول لك ولا أقعد وسكت بتدعرف أشعر على الطلاب وانتي نفس الإشيه المعلمة رح تقول لك خلاص أقعدي عرفنا إنك شاترة هيك رح خلني مستحكينك يبن الله نعم الألواح الشمسية بنستخدمها على أسطح المنازل والخلايا الشمسية بتحول الطاقة الشمسية لكهرباء تيجي من حرارة الشمس وفائدة الألواح الشمسية اللي على أسطوحها The Major الرئيسية يا باي لسه لو تشوف دوسيات التوجيهة أحلى من هذه كثير نعم The Major Advantage الفائدة كلمات كلها كلمات توجيهة والله يا جماعة الفائدة الرئيسية من الطاقة الشمسية إنه بعد ما أنت تركب الألواح الشمسية هم هاو 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 تركبها ها أيوة بتصير Electricity isn't expensive to generate بتصير الكهرباء عليك رخيصة مش غالية و generate معناها توليد بتصير أنت يا أستاذنا الكريم و يا أستاذتنا الكريمة الكهرباء مصروفة عليك بقل نعم إذن هون يا جماعة يا جماعة الخير صار في عنا آلتين بيستخدموا السولر باور طاقة الشمس الأولى يا عزائي الطلاب الكالكوليتر الآلة الحاسبة والثانية السولر بانيلز الألواح الشمسية طيب شو فائدة الألواح الشمسية آه الإلكتريسيتي بطلت الكهرباء عليك غالية و سرت 24 ساعة تاخذ مي سخنة وتكيف و إذا عندك جاكوزي و وضعك استقلالة الأمور مية من مية نعم هاي هي التطبيقين للطاقة الشمسية يعذروني إذا في شوية أصوات أزعاج هذا ستوديو البيت إحنا عندنا ستوديو الشركر بنصور فيه للتوجيه بس وفيه عندنا كل واحد في بيته ستوديو عشان يتابع طلابه فعذروني إذا فيه أي صوت هيك مش واضح أنا أسر ملخص رمزي رمزي حكالنا عن الطاقة الشمسية وسلفلنا وحكالنا أنه الطاقة الشمسية مهمة واتعرفنا قبل هيك اللي هو الفيتشرز صفات الطاقة المتجددة أنها لن تنفذ تتجدد نعم ورمزي قال لنا عن الطاقة الشمسية وقال لنا عن تطبيقاتها الآلة الحاسبة وحكالنا عن الألواح الشمسية إيش يا نادية سولافتك وقسطك هاي نادية يا عمي نادية فاضية إجت اتزاهك طلاب الأول ثنوي لكن طالبات وطلاب الأول ثنوي جبال ما يهز ريح نعم نادية What did you find out ماذا وجدتي شو لقيت يا نادية نادية قالت في الأماكن اللي فيها رياح الأماكن اللي فيها رياح زي اللي شفتوها على طريق معان الويند واللي بيقرأها ويند لازم نوديه على الهند اسمعوا تقرأ ويند واللي بيقرأها ويند لازم ننفيه على الهند هيك عمرك ما تنساه طاقة الرياحي يمكن أن تستخدم لإنتاج الكهرباء وهو اللازم الأستاذ أنس يرسم ونفتح صفحة جديدة لا نادي أنا أدوش في الوزارة ما تغشوش أدرسوا أدرسوا يا رب الفل لكم ويا توجيهي صبرك صبرك الألف إنو سبعة جاي يحفر قبرك وبودرس إنجليزي معانس لبلوي عشان بقلبهم بالعلم يرتوي يا الله هاي طواحين الهوى طواحين الهوى هون مش المطعم اللي عدوار الواحة أركز شكلك مش متعشي لأ هاي طحونة الهوى بضربها هوا هذا إيش اسمه الشفرات هذا إيش اسمه المحرك أيوة شفرة معناها بلايد إذن هاي الشفرات بلايدز وهذا المحرك الجينيريتر الهوى بضرب شمالي والهوى بضرب شمالي بظل الهوى يضرب في هادي آه بظل يحرك فيها يحرك فيها وبتحرك المولد فبسير بخزن طاقة كهربائية نعم يضرب الهوى هذه الشفرات فيولد طاقة تحفظ بدي إياكم بالتعليقات تكتبوا لي الذكي فيكم بيعرف طيب شو السلبية اللي ممكن تكون موجودة من هاي الاشي يلا اكتب لي بالتعليقات شو سلبية إذا إجت الرياح قوية طب إذا ما جاشت رياح شو ممكن تصير اكتب لي بالتعليقات يلا هنا بتابع نادية يا نادية نادية بتقول لك هذه المحركات والمولدات توجد في أماكن فيها كثير رياح وذي اللي هي التورتنز عليهم شفرات ش يعني بليدز شفرات شفرات نعم they have a place that بتعود على الشفرات وهذه بعدها كلمة لا يلفظها إلا كبار اللغة الإنجليزية في الأردن متصلة شو معناها اي تاتشد اي تاتشد متصلة شو معناها اي تاتشد نعم هذه الشفرات متصلة لجينيريتر لمحرك في الوسط الرياح تحرك الشفرات والمحرك يعمل يعمل طب ينفذ نعم المحرك بشتغل هيك بشتغل المحرك زي ما احنا شفنا الريح بتخبط ايوة اضرب والريح الصيح اضرب يا حامدار هكذا تصنع لنا الكهرباء هاويفر هاي بالتوجيه رعب اعطيكم إياها what is the function of the linking word هاويفر دقش على الكلام اللي بحكيه هسا كثير بالتوجيه بتدق في position تناقض على أي حال بستخدمها في الرايتنج بكرة لما علمك يا اه بالتوجيه انا بفضل الله كنت أعلى علامة عندي في الجامعة بالأدب الإنجليزي كانت بالرايتنج كله هذا الكتاب الرايتنج انا متقنه وبعلمكوا اياها انا شايف وجوه كسارة صفرة وجوه كسارة صفرة زي لوفي وجوه كسارة صفرة زي الحلقة الأخيرة من لا ما تخافوا رح يكون انا بعطيك الملخص الزبدة بطلعك حتى لو كنت صفر في حياتك وعمرك ما كتبت بطلعك كاتب بإذن الله في حصص رائقة ومرتبة وتكيف عليها ما نصكوا أصلا لا دعمك وولاد خالك واخوانك وخواتك وعندي كانوا فالأمور انا وياكوا كثير حاسها مريحة شو يعني مريحة انت كيف كنت تقرأها مريحة متى ما بتعمل اذا فيش شي ويند ما في رياح ما راح تدور وأحيانا اعطيتكو اياها بحصة التأسيس الأولى النازل بات مباشرة عندي على القناة سرعة الرياح بتكون عالية وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو impressive فتخلع كان التوربينات كل التوربيᾷن concrete و بتكسرها تتت بتعود على الzza فلأن السرعة بتكون عالية يعني تدمر وتضرر نعم هذا هي ق одно الأقصة الرياح هذه هي قصة ماذا؟ الريح ماذا أيضا أحبائي الطلاب؟ لا هنا لازم نلخص هنا لخصنا وحكينا عن نادية وحكينا عن نادية وحكينا عن رامي والله فقر متعب وأنا متمتع في التعب اللي بعطيكم يا لأنه أنتوا أولاد حلال وبنات حلال تستاهلوا وأنا أحبكم وأحب أهليكم يا والله يا والله أنا بحب طلابي جدا كون معكم صريعا آخر واحد إبراهيم والحمد لله أسهل حاجة أسهل إشي إبراهيم شو المثال اللي بدك تعطينا يا حول الطاقة المتجددة يا برهوم إبراهيم قال بس عندي إنها الطاقة الحيوية يعني التي تأتي من مخلفات الكائن الحي يعني خشب مكتوعة مثلا البيوماس الطاقة الحيوية ما هي؟ هي عبارة عن بلانت ميتيريل مادة نباتية أو آنيمال ويست أو مخلفات حيوان that is used as a fuel تستخدم كوقود هذا التعريف هو الأهم في هذا البارت of this textual lens تعريف البيوماس بقايا الكائنات الحية التي تستخدم كوقود وهنا صار في شي كونتروفيرج جدلي for example مثال what is a fuel mass الخشب يعتبر من بقايا الكائنات الحية يعتبر fuel mass طاقة حيوية وبقول لك as long as as long as نعم انتبه منيح بنعتبر الخشب انه متجدد as long as طالما نحن continue to plant new trees طول ما نحن عم نزرع شجر فبنظل نعتبره payomas to replace those بتعود على الهود الخشب we cut down أو trees أيضا صحيحة cut down معناها نقطع payomas can be used to provide heat بقول لك مثلا هذا يمكن ان يستخدم لانتاج وتوليد الكهرباء نعم ممكن نجيب عند يعني هسا احنا بنحرق النفط عشان نطلع نار ونولد كهرباء ممكن نجيب الخشب نحرق نار فيه ومنولد كهرباء الامور طيبة نعم بقول لك انه من ورا هذا البيوماس لما نحرقه وبنسخن فيه الماء فبيطلع عندنا بخار والبخار يمكن تحويله لطاقة شو انتو نسين انه زمان كان القطار اسمه القطار البخاري اذا البخار يستخدم هنا البخار لتوديد كهرباء كان اهم شيء في هذا الفقرة اللي ما فيهاش اشي هنا فقط تعريف البيوماس هو الابرز يا صبايا ويا شباب اله يرضى عليكم طبعا اور في بداية الفقرة تعود على the teacher and the students في موقع teacheranas بتلاقوا الدوسية اللي بدكم اياها كل الضمائر هنا انا بدي انشئ علاقة حقيقية مع الطلاب الملتزمين فيكو الطلاب اللي بدهم يجيبوا اوائل مملكة وبيدي اسجل اسمائهم على عندي على الموبايل لذلك انا بدي اتعرف على طلابي اكثر بدي اياكم اتحلوا الاسئلة هاي وما بدي اياكم تبعتوها للموظفين تبعوني لا انا بدي اياكم تبعتوها الي شخصيا على رقمي الشخصي 078 97 686 بدي اضيفكم على جروب خاص يا جماعة اللي ملتزمين في حل الواجبات انتو بتكونوا الافضل انتو بتكونوا الاحسن الطلاب نامي وبتلعب يجلول وانتو عن تدرسوا يا 2007 فأنا بدي ارعاكم اي سؤال بديك مننا استاذ اناس بدي السؤال الاول بدي تمسك جوجل اذا انت بتفهم وعندك عجل وعندك عجل بترجم كلمة كلمة الكلمة اللي ما بعرفها بحفظها زي اسمي لانا بالامتحان ما رح يفوت معك التلفون the first question the second question the third question four بتحل الرابع five كل اللي بحكي لك عنه هون seven اللي ما بعرف يحل فقرة يبلش يتعلم eight طبعا هذا الفيديو اول ما يوصل 400 لايك فورا بنزل الحصة البعديها كله لايك nine دفديكو بدي أعلمكو أنا أستاذكو بخدمتكو كيف تحبوني بالاتزام بس وهي المادة تأسيسية منهاج الأول ثانوي من يهمله فليس جيد ومش منيح بحكي معك بعد 11-10 سنة 10 سنين داخل على 11-10 سنة بعرف شو بحكي معك يلا 15 سؤال بنحلو بنبعثوه ليلي على رقم على الواتساب بدي أبلش يشوف من الفالح ومن الطالح ومن الكالح ومن المالح ومن اللي على الجامعة يا ولاد رايح أنا أسلب لي وجوء أكادي مشتركوا بالقناة بيصلكوا بأول جديد عيش في هاي القناة في الأول ثانوي على التوجيه بتكون معي في الكرت برضو بحطك في عيني برمجياتي خاصة أستاذ أنا أفضل أونلاين وللوجاهي 100% أونلاين بتوفر وقتك جهدك هلأ فيه دورات أونلاين كبب انسى أوعي تقرب عليها خلص اشتريت بطاقة وللأستاذ بطل رد عليك أصلا لا أنا معك 24 ساعة معك 24 ساعة متابعاتي لطلاب البطاقة بفتح عندك أي أستاذ عندي سؤال بقدرش أسألك لا عندي برامج كبسة زر بطلع لك تسألني بالدكية بطلع اللوح بس رحلك أي استفسار أنا موجود كل هدول بنحلوا وبنبعت على الرقم 0-7-8-9-7-6-8-6 أستاذ بدنا الدوسية بدنا الدوسية هايها بالموقع teacher-anas.com هناك دوسية موجودة بالتوفيق حبايبينتو شكرا